السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم اشرح لي صدري ويسل لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اليوم بإذن الله سنناقش الموضوع الثاني لبكالوريا 2017 بالضبط الموضوع الثاني فلنبدأ على بركة الله وحفظه كما تلاحظون أن النظام هذا يحتوي على جزئين جزء الأول وهو جزء التحذير وجزء الثاني النظام يكون في حالة الإنتاج العادي هذا النظام في المناولة الهيكلية يحتوي على ثلاث أشغلات أساسية الأشغلة الأولى تقوم بها رافعة A وهي التي تدفع الصفائحة الأشغلة الثانية تقوم بها رافعة B مع المحرك الذي يدير مثقاب ووظيفة هذه الأشغلة هي الثقب القطاع والأشغلة الثالثة تحتوي على رافعتين ووظيفة هذه الأشغلة هي الطيئة الصفائح النظام لا يشتغل يجب أن نحضر الصفائح المعدنية بهذا الشكل كما تلاحظون في المتمن قيادة والتهيئة قبل ما تنشط مرحلة عمل تحذيري يجب أن تتوفى شروط الابتدائي كما تلاحظون شروط الابتدائي هي S, P0, B1, C0 إذن S ما وظيفته؟ وظيفتها كشف عن الصفائح المعدنية والملتقط B0 يبين لنا أن رافعة B في حالة راحة وملتقط C0 يبين لنا أن رافعة C في حالة راحة وملتقط B1 يبين لنا أن رافعة ساقوة خارجة في حالة راحة عندما تتحقق هذه الشروط الثلاثة في الأعمال التحذيرية ماذا تلاحظون؟ تلاحظون نزول الصفائحة فأول فعل هو خروج رافعة رافعة تدفع القطعة أمام مركز الثقب عند الضغط على ملتقط A بهذا الشكل تعود الرافعة إلى حالة الابتدائية ففعل الموالي هو خروج ساقة رافعة بمع دوران المثقب أي يعني ثقب القطعة ثم الفعل في مرحلة رقم 6 هو دخول ساقة رافعة واستماد دوران المحرك كما تلاحظون لقد قمت بثقب القطعة عندما يتحقق بصفة ينتهي العمل التحذيري فتصبح مناولة هيكارية بهذا الشكل الآن نظام في حالة الانتاج العادي أول أشغالة كما تلاحظون أشغالة رقم 1 وهي أشغالة تقديم الصفحة شيء الذي تلاحظونه أن الصفحة الثانية تدفع الصفحة الأولى إلى المركز طيب بهذا الشكل عندها ضغط على ملتقطة تعود رافعة إلى حالة ابتدائية وتنزل الصفحة ثانية أما أشغالة 2 و أشغالة 3 متزامدتين يعني في آن واحد الصفحة الغير مثقوبة يتم ثقبها عن طريق رافعة بهذا الشكل خروج ساقة رافعة و دوران المحارك إلى غاية الضغط على B1 يتم ثقب القطعة ثم دخول ساقة رافعة عند الضغط على B0 و في آن واحد القطعة المثقوبة يتم طيوها و ذلك عن طريق دخول ساقة رافعة B إلى غاية الضغط على B0 ثم خروج ساقة رافعة C إلى غاية الضغط على C1 كما تلاحظون أصبحت قطعة على شكل حرف B ثم تعود ساقة رافعة إلى غاية الضغط على C0 و آخر مرحلة في أشغالة 3 هي خروج ساقة رافعة إلى غاية الضغط على B1 وتصبح القطعة على شكل حرف B هنا أنهيت ثلاث أشغالة وتعادل شغال عقم واحد بنفس الطريقة حيث القطعة غير مثقوبة قطعة المثقوبة إلى مكان الطي و القطعة المطوية تذهب إلى الصندوق أو إلى مكان وضع قطعة المطوية الآن بعدما شرحت لكم المناولة الهيكلية الآن سنجيب على الأسئلة في سؤال رقم 2 طلب منك استخدار الشرط الأولية لمناولة الهيكلية الشرط الأولية Condition Initial ماذا تساوي؟ هي الشرط التي تبين لي أن النظام في حالة الإبتداء إذن Condition Initial ماذا تساوي؟ تساوي C0 في B0 في B1 بهذا الشكل يجب إضافة ملتقط S لأنه في الأعمال تحضر في S وأضافت S لأنه في المتمن قيادة وتائية يقول لي أن الشرط الأولية هي S في B0 في B1 في C0 سؤال رقم 3 قال لك ما دور مرحلة X3-1 ومرحلة X2-1 X3-1 هي مرحلة الانتظار بنسبة للفرع شغولة 3 أما X2-1 كذلك هي مرحلة الانتظار بنسبة للفرع شغولة 2 أي أن هذا الفرع ينتظر فرع شغولة 3 وهذه المرحلة الانتظار تنتظر شغولة رقم 2 إذن مباشرة تسمى مرحلة X3-1 وX2-1 بمرحلة الانتظار كما رأيتم في الشرح لاحظتم أن في المناولة الهيكلية عملية الثقب تمت قبل طيب ولذلك مرحلة 2-1 تنتظر شغولة رقم 3 إلى غاية انتهاء لكي يتطور متمنى إلى شغولة رقم 1 سؤال رقم 4 طلب منا رسم متمنى شغولة رقم 3 أول شيء شغولة طي رقمها 3 انطلاقا من متمنى الانتاج العادي كما تلاحظون طي شغولة رقم 3 ورقم شغولة برقم 3 فحذاري ترقمها من الجدول بعدها مرحلة ابتدائية تكون رقمها 30 ثلاثة رقم شغولة وصفر مرحلة الابتدائية عندما تنشط شغولة ثلاثة تعطي نداء هذا نداء على شكل إشارة X3 هل يتطور متمنى من 30 إلى 31؟ لا يتطور إذن ينتظر إشارة أخرى وهذه الإشارة تأتي من متمنى قيادة والتهيئة نبحث عليها إذن المستطيل المكتوفي إذن بتشغيل آلي رقمه 104 إذن X3 في 104 هل نضيف B1 في C صفة في B0؟ كما تلاحظون أنها موجودة في الشروط الابتدائية لا داعي لكتابتها عندما يتحقق الشرط X3 و X104 ومرحلة الابتدائية نشطة فنلاحظ أول فعل ما هو وهو الدخول ساقة رافعة إذن رقم مرحلة هو 31 والفعل الذي لاحظتمه هو الدخول ساقة رافعة ونرمز لها BDB ناقص DB بمعنى ديستريبتور موزع B رافعة وناقص بمعنى دخول ساقة رافعة لكل فعل نهاية ما هو نهاية هذا الفعل؟ هو عندما يضغط على ملتقط بـ 0 إذن شرط الانتقال أو قابلية هو بـ 0 كما تلاحظون مرحلة 31 نشيطة وبـ 0 محققة اللون الأحمر بمعنى شرط محققة اللون الأبيض بمعنى شرط غير محققة وبالتالي تنشط مرحلة جديدة هي 32 وتخمل 31 وفي هذه المرحلة نلاحظ فعل جديد وهو خروج ساقة رافعة إذن مرحلة 32 يرافقها فعل DC زايد كما تلاحظون يتم طي القطعا طريق خروج ساقة رافعة إلى غاية الضغط على C1 إذن شرط انتقال جديد هو C1 32 نشيطة وC1 محقق وبالتالي تنشط مرحلة 33 وتخمل مرحلة 32 في مرحلة 33 ما الذي تلاحظونه هو دخول ساقة رافعة أو عودة ساقة رافعة إلى حالتها الإبتدائية لماذا كتب دي سي ناقص دي ديستربيتور سي رافعة سي ناقص دخول ساقة رافعة وبما أن الموزع ثني الاستقرار يجب تغذية رافعة بدي سي زايد لخروج ساقها وليرجع ساقها يجب تغذيتها تغذية عكسية عن طريق دي سي ناقص ما الذي يبين لي أن رافعة عادت إلى حالتها الإبتدائية هو الملتقد سي صفر ثم تأتي مرحلة 34 مرحلة 34 ماذا تلاحظون فيها خروج ساق رافعة بإذا فعله ودي بي زايد إلى غاية الضغط على ملتقد بي واحد وهنا تلاحظون انتهت الأشغلة رقم ثلاثة وكل الأشغلة تنتهي بمرحلة انتظار هذه مرحلة انتظار رقمها 35 وهذه المرحلة تعطي الجواب إلى متمن الانتاج العادي بأن الأشغلة ثلاثة انتهت وبالتالي شرط هذا هو إكس خمسة وثلاثة وبالتالي تخمل أشغلة ثلاثة وتنشط أشغلة رقم واحد وبعدها تزول إشارة إكس ثلاثة أي تتحقق إكس ثلاثة ويعود المتمن إلى الحالة الإبتدائية هناك احتمالات ممكن تعطى في البكالورية احتمال أول يقول لك أن رافعة سي تحتوي على ملتقطين بهذا الشكل لا سي صفر رسي واحد وموزع أحادي الاستقرار كيف يصبح المتمن؟ المتمن هو نفسه المتمن الأول إنما في المرحلة الثلاثة وثلاثة لا يوجد فعل إذن دي سي ناقص لا توجد لأن موزع أحادي الاستقرار عندما تغذي تخرج ساقة رافعة وعندما تقطع تغذية تعود ساقة رافعة تلقائية ولا نكتب أي فعل لا يحتوي على طاقة كهربائية احتمال الثاني ممكن يقول لك أن رافعة سي تحتوي على ملتقط واحد وموزع أحادي استقرار كما تلاحظون بهذا الشكل هنا المتمن يتغير ويصبح يحتوي على خمس مراحل إذن عندما يتحقق شرط بي زيرو دي سي تخرج ساقة رافعة سي عندما تضغط على ملتقط سي واحد مباشرة ساقة رافعة يعود تلقائيا لأن موزع أحادي استقرار من قبل وضعنا مرحلة فارغة لأن هنا رافعة تحتوي على ملتقطين في هذه الحالة رافعة تحتوي على ملتقط واحد أي لا يهمنا كيف تعود ساقة رافعة ولا يهمنا شرط الابتداء الاحتمال الثالث يقول لك أن رافعة بي تحتوي على ملتقط واحد كما بهذا الشكل وموزع أحادي الاستقرار إذن عندما تنشط مرحلة 31 تدخل ساقة رافعة إلى حالتها الابتدائية إلى غاية الضغط على بي زير في مرحلة 32 ماذا تلاحظون كتبت دي سي زايد وكتبت كذا استمارية تغذية دي بي لماذا؟ بمجرد أقطع التغذية عن رافعة ما الذي يحدث لها ستعود إلى حالة الابتدائية أي خروج ساقة رافعة إذن أكتب دي بي استمارية تغذية دي بي لأحافظ على الحالة الدخول بعدها في مرحلة 33 دي سي ناقص واستمارية تغذية دي بي عندما يتحقق شرط سي سيفر في 34 بالطبع ستعود رافعة بي إلى حالة الابتدائية ركزوا جيدا على موزعات أحادية استقرار في مرحلة 31 غضية دي بي في مرحلة 32 استمارية تغذية رافعة لكي لا يعود ساقة رافعة إلى الحالة الابتدائية وفي مرحلة 33 كذلك استمارية تغذية رافعة وكان هذا المتمن وفق دفتر الشرط احتمال رابع يقول لك رافعة بي تحتوي على ملتقطين وموزع أحادي الاستقرار في هذه الحالة نغضي دي بي ليدخل ساقة رافعة إلى غاية الضغط على بي 0 في مرحلة 32 نغضي ساقة رافعة سي واستمارية تغذية رافعة بي في مرحلة 33 دخول ساقة رافعة سي واستمارية تغذية رافعة بي عند الضغط على ملتقط سي صفر توجد مرحلة 34 فارقة وهي التي يتم فيها قطع التغذية على رافعة بي وعندما تقطع عليها تغذية بما أن موزع أحادي الاستقرار تعود رافعة تلقائيا إلى غاية الضغط على ملتقط بي واحد ثم تأتي مرحلة الانتظار خاصة بالرافعة وهذه مرحلة الانتظار تساهم في تطور متمن الانتاج العادي ترجمة نانسي قنقر